السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعملين ايه رب الجميع ان تكونوا بخير وفي احسن حال وانتو بتشوفوا فيديو النهاردة النهاردة هنعمل مع بعض الفطير بأحلى واسهل طريقة ممكن تجربها للفطير من جير فرد ولا توريء ولا وجع قلب وهيطلع معاكي احلى واطرة فطير في الدنيا خصوصا الناس اللي بيطلع معاها الفطير الناشف هيطلع معاكي طري ومورق جدا جدا اهم حاجة تابعوا الفيديو الاخر عشان تشوفوا كل التكات والتفاصيل اللي هنعملها مع بعض هقول لكم كمان سر الفطير بتاع الفطاتري ازاي بيطلع معاكو كده مورق قوي وفي نفس الوقت خفيف وهش وكمان طري جدا كل التفاصيل دي هنعرفها في الفيديو فما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل لو حابيني نوصلكم مني كل فيديو جديد بنقدم وصفات حلوة وسهلة وسريعة ووصفات معجنات وطبخ وكمان منظفات ان شاء الله القناة تبقى مفيدة لحضراتكم نقول بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هشتغل بنص كيلو من الدقيق عايز اقول لكم نص كيلو من دقيق ما خدش معي وقته خالص وعملته على الفطار كمان وفترنا به من شاء الله كان حلو جدا جدا ببدأ كده انخله بالشكل اللي انتو شايفينه ده طبعا لازم ننخل الدقيق خصوصا ان انا بشترك دقيق سايب بس من عطار معصوق فيه فلازم طبعا انخل الدقيق حاطيت عليه رفشة كده من الملح حوالي من ربع معلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة من السكر بس كده هقلبهم بقى كده كويس مع الدقيق بعد كده محضرة جنبي مية دافية هو الفطير عبارة عن دقيق ومية وملح لكن بعد كده هنعمل خالطة كده للتوريق وعايز اقول لكم كمان ان احنا هنستخدم كمية قليلة خالص من السمنة حوالي معلقتين كبار بس من السمنة او تلات معالق هيعملو لنا الفطير كله بتاع نصف كيلو دقيقين فتابع معي عشان بفعلا طريقة حلوة جدا جدا بدأت كده اعجن بالمية دافية زي ما انتو شايفين بعجن الاول كده بالمعلقة والم العجنة بالمعلقة معي واول ما لقيها بقى بدأت كده تلزق ومش بتتألف بالمعلقة ببدأ كده اشيلي المعلقة وكمل عجن بايدي اهم حاجة عشان الفطير ينجح معاك هي خطوة العجن دي يعنيت خطوة التوريء ان شاء الله سهلة جدا هنشوفها مع بعض لكن العجن ده اهم حاجة لازم تعجنيها كويس جدا جدا وهي اللهم بارك اصلا بتلقاها طرية قوي وبتتعجن بسهولة لان اصلا العجن ما فهاش مكونات كتير هو دقيق ومية وشوية ملح وشوية سكر حاجة بسيطة قوي فما بتعجنيها كده بالمية دافية بتلقاها بتتعجن معاك بسهولة وبتبقى كده طرية وحلوة جدا مهم جدا كمان وانت بتشتري الضيق تعرفيه انك هتعملي بيفطير لازم يكون دقيق لعرق قوي تمام بعد مع جنتها كويس جدا جدا زي ما انتو شايفين وباقت نعمة كده قسمتها على اربع اجزاء ليه لاني هعمل اربع فطاير لو هتعملوا مسلا خمس فطاير بقسموها على خمسة ستة هتقسموها على ستة واحدة هتسيبوها زي ما هي واحدة يعني العدد ده زي ما انتو حابين انا حبيت عاملها كده على اربع فطرات صغيرة كده وحلوة لكل فرض كده بياخد واحدة وعايز اقول لكم بتقموش بها جدا جدا تمام آآ اسمتهم كده على اربعة بالشكل ده كده وبعد كده هجيب كيس بلاستيك واغطيها كده طبعا افضل ان انا كنت دهنت الوش بتاعها بالزيت قبل ما غطيها بالكيس عشان ما تنزقش معي في الكيس بس انا نسيت للاسف ما ما تنسوش الخطوة دي تمام تدهينه الكيس بالزيت وتدهينه كمان السطح اللي انتو حطين عليه العجينة بالزيت دهنا كده خفيفة بعد كده هنحضر مع بعض آآ خلطة التوريق ودي اللي بتميز الفطير بتاعنا عن اي فطير تاني حطيت كده حوالي تلات معالق من السمنة او معلقتين كبار هرميهين كده من السمنة تكون سايحة حطيت عليها معلقة كبيرة من الدقيق برضو معلقة كبيرة هرمية ورشة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من بوضر اللي بيبقى الكلام ده كله مع بعض ودي كده احلى خلطة لتوريق الفطير بشان نستخدم بقى سمنة كتير ولا زبدة كتير ولا زيت ولا الكلام ده كله هو دول بس كده اللي هيعملون لنا كل الفطيرات مع بعض هتشوفوا دلوقتي الطريقة قد ايه سهلة وبسيطة بعد ما قلبتهم كويس جدا ولازم السمنة تكون سايحة عشان لما تيجي تقلبي فيها الدقيق آآ تتقلب معاكي بسهولة تمام بعد ما قلبتهم كده جبت بقى اول كورة معي انا كنت عاملها وبدأت افردها كده على شكل دايرة برش بس رشة صغيرة من الدقيق تحتها ويبافردها وبعد كده بجيب آآ خليطة التوريق دا وببدأ ادهن وش الفطيرة بالشكل دا كده بعد ما دهمتها كويس جدا بجيب السكينة وببدأ اعمل فيها تشريحات كده بالشكل اللي انتم شايفينه دا بسيب بس جزء كبير زي ما انا بواريكو كده جزء كبير والباقي بيكون قطع صغيرة زي ما انتم شايفين كده وبنبدأ نطبقها بالشكل دا كده بكل سهولة شايفين طريقة سهلة قوي الجزء الكبير بقفل عليه في الاخر تمام بيبقى هو اخر طبقة وبعد كده بلمها كورة كده من تحت وبقفلها بالشكل اللي انتم شايفينه دا وبنسيبها ترتاح تمام يعني احنا ريحنا العجينة اول مرة بعد آآ معجلناها وقسمناها المرة التانية بنريحها بعد ما بنشكلها بالشكل دا كده عليز اقول لكم ان هي كده خلاص يعني خلصي تمام شايفين ما سهلة جدا وبسيطة قوي قوي تمام انا حطيتها كده في صانية ودهنتها كده بالسمنة او الزيت تمام ويسيبتها ترتاح كده معي لحد مخلص تشكيل الباقي تمام عملت الاربعة بنفس الطريقة بروش رشا كده من الدقيق وبين الشابة او حتى بايدي مغيرنا الشابة ببدأ كده افردها بفردها كده على شكل دايرة على قد ما اقدر بالشرطة تبقى الدايرة مزبوطة قوي يعني بس على قد ما اقدر كده بسمك طبعا يكون رفيع شوية انا عمل اشيلها قدامكم كده عشان تاخدوا بالكم من السمك بتاع العجينة برضو بيكون عامل ازاي بيكون رفيع بس بيش رفيع قوي قوي يعني تمام بعد كده بجيب خاليط التوريق اللي عملناه ويبه ابدأ ادهن الوش بتاعها بالشكل اللي انتو شايفينه ده وهجيب بقى السكينة وهنعمل معاها النفط اللي عملناه مع الفطيرة التانية بنقطع كده آآ تشريحات رفيعا وبيكون في جزء واحد آآ تخين تمام او كبير شوية يعني عنه وبعد كده بروح آآ لما الطبقات كلها على بعد والجزء الاكبر هو اللي بنقفل عليه الفطيرة في الاخر عشان نوش بتاعها كده متساوي وبعد كده بقفلها من تحت ويبه حطها كده ترتاح معايا يعني بنسبها ترتاح كده حوالي ربع ساعة مش اكتر من كده يعني كمان ما بتاخدش وقت في ان احنا نسيبها تريح كتير تمام يعني انا ما بجرد ما بخلص تشكيل كل الكمية باخد اول واحدة انا شكلتها وببدأ اسويها النهاردة هسويها في الطاصة على النار بس تقدروا تسويها في الفرن زي ما انتو حابين تمام انا هسويها في الطاصة بتكون سهلة وسريعة ما بتاخدش وقت خالص وكمان مش بتترم مش بتنشف معاك خالص وهقول لكم كمان تك كده وانتو بتسويها تخلي معاك الفطيرة ما تنشفش معاك وتبقى طريقة جدا جدا قلاص كده انا شكلت كل الكمية بنفس الطريقة ميجيب بقى اول واحدة انا شكلتها وبديها رشة كده بسيطة من الدقيق وبين الشابة او بايدي بعملها على شكل دايرة بالشكل اللي انتو شايفينه ده عشان نبدأ آآ نسويها طبعا في طاصة سخنة على النار انا حطتها تسخن وباخد كده الفطيرة على ناشة بالشكل ده عشان تبقى سهلة معايا وبحطها على طول على الطاصة الطاصة بيكون سخنة وبيكون فيها مسحة من السمنة او الزيت انا كنت مستخدمة سمنة حطيت فيها الفطيرة بالشكل ده كده وبنسيبها مش بنحركها لحد ما داخل معي لون من تحت تمام تلاو كده الوش بتاع العجين ده كده آآ ما بقاش عجين بقى آآ دخل في استوى واتلقوها اخدت لون من تحت تبدأوا تقلبوها على الناحية التامية من التكات بقى الحلوة جدا لازم تاخدوا باركم منها انكم وانتم بتسووها كده بتدهنوا الوش بتاعها بالسمنة عشان لما تيجي تقلبوها تاخد معاكو لون بسرعة وكمان ما تنشفش منك يعني آآ عادوا على النار كتير ده بينشفه معنا لكن لما نديها كده ده احنا مستعمة زي ما انتم شايفين كده ونيجي نقلبها تاخد معاك اللون بسرعة فما تنشفش وفي نفس الوقت برضو احنا متأكدين ان هي مستوية من جوه عشان سيبناها مدة كافية على الجنب الاولاني تمام لكن الجنب التاني آآ قريدي هو قلاص بيكون استوى احنا بس بنكون عايدين عايدين ندي له لون تمام بعد ما بتاخد لون كده بقى اللي هيبقى على الناحية التانية زي ما انتم شايفين طريقة التسوية سهلة قوي كمان مش بتاخد وقته خالص وكمان مش بتنشف منك ابدا الفطيرة وبتبقى طارية جدا زي ما تشفتوها معايا في اول الفيديو وزي ما هتشوفوها معايا برضو في اخر الفيديو بعد ما نخلص آآ بتاخد بس لون كده دهبي وبعد كده ببدأ ارفعها آآ لما بنشيلها بحطها كده على فوطة تمام او بحطها على طبق وبغطيها كده بفوطة عشان تفضل طارية معايا ممكن كمان تديها رشحة بسيطة كده من المية شايفين الجميل حلوة قوي قوي لون بتاعها تحفى بجد جربوها متأكدة ان الطريقة دي هتعجبكم جدا بحط بقى التانية انا بقى بخدها بصراحة مجر نشابة ولا حاجة بس انا حبيتها وليكو طريقة ان انت بتاخدها على النشابة كده وتحطيها في الطاصة عشان لو بش اتعرفي تمسكها بأدك او بش هتملوك تمسكها بأدك آآ واخدين بالكم ان انا بحط حتة كده من السمنة لان السمنة اللي في الطاصة كانت نشفت معايا آآ شوية فبحط كده حتة صغيرة ويه بدهم برضو وش الفتيرة كده بالسمنة حاجة بسيطة خالص يعني النقطة كده وبدهم الوش كده بالفرشة وبعد كده قلبها عشان تاخد معايا اللون بسرعة فما تنشفش منك على النور الخطوة دي مهمة قوي قوي عملتها معاك وهو مرتين عشان تاخدوا بالكم منها بتاخد لون اقلبها على الناحية التانية سهلة وبسيطة تقدر تنفيذيها كل يوم حتى بكل سولة بعد ما استود بنشيلها بالشكل ده كده شايفين دي كده كمية اللي طلعت معايا من نص كيلو دي بس عملت الاربع الفطرات الجميل دول حلوة قوي طرية جدا جدا هاسمها كده بالمقص عشان تشوفوا التوريقات بتاعتها من جوة قدقين ورقة وحلوة جدا شايفين الطبقات توريقات كثير جدا وغيرت بقى ما عدنا نقطع قلبنا ونفرد ونورق ونعمل كده خطوات كتير لأ الطريقة سهلة وبسيطة خالص وهش كده وجميل فجربوه متأكد ان هو يعجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو اهم حاجة عشان ترفعوا لي الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ومع الف سلام حبيب قلبي